وتابعي قناة Infotech For You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة ان شاء الله بإذن الله حنلقي نظرة على كل من Lama 4 Maverick وأيضا Lama 4 Scott كنت تكلمت في الفيديو السابق وخدنا فكرة كده عن قدرات كل نموذج وقلنا ان شركة Meta AI اصدرت جيل جديد من Lama وهو Lama 4 منه السكوت والماverick وأيضا في واحد هو العملاق وهو البيهمث أو الخفي وهو له قدرة كبيرة جدا هذا النموذج ولكن هذا النموذج لسه ما نزلش النسبة ليه النموذجين المدحين الآن على حاجن جفيس وعلى موقع Meta الرسمي كل من Lama 4 Scott ولama 4 Maverick النهاردة ان شاء الله هنبص عليهم من خلال موقع Together AI دخلت النهاردة على Meta AI وسألته عن النموذج اللي بيستخدمه قال لي ان هو بيستخدم نموذج Lama 4 7B ده حاليا وانت بتستخدم Meta AI حتلاقي نفسك بتستخدم هذا النموذج يعني هو عمل ترقية من Lama 3.3 لLama 4 ودي حاجة كويسة لكن احنا هنا جايين نجرب Lama 4 Maverick اللي هو السبعتاشر بيه وايضا Lama 4 Scott اللي هنجربه النهاردة بشكل عملي يلا بينا هنخش مع بعض على الرابط الموجود في الوصفة اسفل الفيديو علشان نجرب مع بعض كل من النموذجين او نموذج معايا وهو Lama 4 Scott وحبتدي هنا اجرب معايا الكتابة الابداعية او الكتابة الاكاديمية ايا كان نوع الكتابة لان هو متخصص في هذه الجزئية بشكل اكبر من Maverick برضو هنشوفه في الكتابة ولكن حبيت ان انا ابتدي بسقط لان احنا مبارح لما كنا بنستخدمه على جروك كلاود كان محدود جدا في الاستخدام وكان فيه error حبيت ان انا جربه من خلال لان الاداء بتاعه افضل هنا هبتدي اقول له اكتب لي paper review for academic or peer review setting about Porter the five forces هنا هيكتب لي paper review هنا اعتبر academic paper عن Porter the five forces ودي جزء متعلق بالتسويق هبتدي ادوس enter واشوف طريقته فيه كتابة ال paper review هتكون عاملة ازاي هنا review of Porter's five forces framework اعطاني ال introduction انا عايزك بس تتركز معي ال introduction بسيط جدا summary of the framework طبعا طريقته فيه كتابة ال paper review هو ماشي بطريقة جيدة ولكن بالنسبة للمعلومات هنا اعطاني limitations and criticism النقد والمحدودية الخاصة بهذه النظرية هي نظرية خاصة به التسويق وال conclusion والrating زي ما انتو شايفين ال output يعني الى حد ما قليل بالرغم ان انا عامل ال output auto انا مش محددة يطلع لي قد ايه تعالا نشوف بقى قدرة الاقوى منه او الاعلى منه مفرك مع نفس التاسك وهو كتابة ال paper review عن ال porter's five forces وحبتدي ان انا ادوس enter ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي المفروض ان ده more powerful عن النموذج الاولاني والcapability بتاعته اعلى نفس الموضوع انا مش شايفة انه هو عطاني شكل مختلف وزي ما قلتلك بالنسبة للكتابة اللي حيكون انسب هو اسقط ولما المفروض انه هو يكون كويس طبعا فيه الكتابة ولكنه هنا هو حيكون افضل فيه الكودنج زي ما هم بيقولوا حنجربه دلوقتي فيه كتابة الكود هنا هو مش حيرفع معاك بي دي اف او مش حيتعامل مع بي دي اف هو حيتعامل فقط هنا مع صورة يعني اللموذج الموجود على together.ai حيتعامل فقط مع الصور فهنا حبتدي ان انا ارفع له صورة انا رفعت له mass formulas وحبتدي اقول له explain the اللي جه في الصورة من math formulas حنشوف دلوقتي حايديني ايه هنا بيقولي the image presents a table of algebraic formulas وهنا بيبتدي يشرح كل فورميلة بتتكلم عن ايه بالزبط بالتفصيل سريع جدا في الرد هنبص هنا على نفس الامج ولكن مع سكوت ونشوف طريقته في قراءة الصورة دي هتكون نفس القراءة اللي احنا شفناها مع maverick ولا لا نفس السؤال عطيته المaverick هشوف طريقته مسك معادلة معادلة ابتدى ان هو يشرحها اعتقد ان هو ماشي الى حد كبير بنفس طريق تسقط يمكن شوية ممكن يكون مفصل اكتر تعال نشوف حاجة بقى في البرمجة مع maverick السؤال بتاع الوان بيج ويبسايد اتأكد بس ان انا وقفة على maverick وحخلي الoutput length auto وحبتدى ان انا ادوس enter كتابة الكود سريع في كتابة الكود زي ما احنا شايفين وهم مسمينه ال ai coder او coding agent هنا هيخد الكود copy وحروح ال html online viewer احط الكود وادي الموقع بتاعي canva course الحاجة اللي انا حطاها جوة prompt او الامر get started feature the courses course title one two three four تمام كويس طبعا جيد ولكن ما زلتنا شايفة ان جيميناي 2.5 pro افضل منه وياريت اسمع رأيكم في التعليقات وانا خبرتي في الكودنج متواضعة جدا المبرمجين يقولولي في تجربتهم معا لو هم جربوه ايه الاخبار لان انا فعلا بستفيد جدا من التجربة واكيد اللي بيتابعنا بيستفيد من تجربتكم شريني السؤال بتاع العلامة تجارية مبارح كان قد ايه يعني موجز جدا لاما فور سكوت عايزيني شوف بقى لاما فور مفريك مع هذا التسك اللي هو انشاء موجز تصميم شامل لهوية علامة تجارية الاحذية الرياضية حيديني النتيجة ايه انا حدوس enter نتيجته جيدة وصرعته عالية ولكن ايضا هو يعني موجز قوي النتيجة اللي هو عطهالي موجزة جدا هنشوف كده نفس السؤال هاخده مع سكوت احطه ده موجز اكتر عجبني فيه ان هو غير شوية في اسم العلامة التجارية ان كل مرة كانت النمزج التانية بتديني اسامي مشابهة هو جيوب على السؤال انا هنا مثلا مش بتعامل مع ديب سيك فيرجان ثري ولا جيميناي 2.5 برو ولا مثل هذه النمازج القوية لا انا هنا بتعامل مع نموذج انا شايف انه عادي انه بتنظري ده بالنسبة لي تجربته مع الكتابة بالنسبة لي موجز تصميم شامل لهوية لهوية علامة تجارية وشفنا ايضا مع مفريك الاتنين تقريبا متقاربين مش شايفة فيه حاجة قوية يعني في الموضوع نجرب حاجة تانية عايزة اشوف ايضا سؤال في الكودينج تنفيذ مفريك فيه كان افضل واحد منفزه بعد ديب سيك اروان هو جيميناي 2.5 برو وايضا طبعا ما ندرش نقول حاجة كلاود سونت 3.7 برضو كان جيد جدا هحط الكود النتيجة حلوة جدا يعني النتيجة دي حلوة جدا جدا زي ما انتم شايفين مش بطالة يعني ممكن نجربه في حاجة تانية في الكود هجرب مفريك في كتابة الكود ايضا السؤال الخاص بي البيانو كيبورد اللي يعني من الصعب قوي تنفيذه بشكل جيد الا من بعض النمازج النمازج القليلة قوي لنفذتها كويس كان لو تفتكروا جيميناي 2.5 برو واعتقد ايضا كان النموذج ديبسيك version 3.1 ايضا كان تنفيذه الى حد ما مش بطال يعني هنا اعطاني الكود هياخد الكود واروح احط الكود شغال الكيبورد بس في حاجة غلط يعني هنا فيه اخطاء يعني فيه اخطاء فيه تنفيذ الكود زي ما احنا شايفين تشوف حاجة تانية هياخد الكود جزء بتاع الاستيكي نوت لو تفتكروا اد نوت احط استيكي نوت اكتف فيها لا مش حلو التنفيذ لا تنفيزه ليه عمل خاصة بمنصة اكس او سواء الخاصة بجوجل او سواء الخاصة بأوبن اي 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 او انثروبيك كل دول نمازج صعب ان احنا نقارن بهم فاضي طبعا النموذج الثالث القوي اللي لسه ما نزلش من عندهم هنستنى بقى لحد ما ينزلوا بعدين نجربوا ولكن حتى الان انا شايفة نوع عادي جدا وياريت اسمع رأيكم في التعليقات دي كانت تجربة سريعة على موقع توجيذر اي اي للأسف الشركات بدأت تشتتنا كتير جدا لان كل شركة بتطلع تقول بتاعها ده افضل حاجة واحسن حاجة وزيان بقولكوا دايما ان احنا المستخدمين لنقدر نقول الحاجة دي معنا كويسة ولا لأ لان كل واحد فينا كمان له غير التاني تسقاط بينفزها وممكن يكون كويس في جزئية جزئية تانية لا مش كويس فيها ففي الاخر خالص انت اللي بتقرر كمستخدم هتستخدم ايه لكن انا حتى الان يعني كمرواو باستخدم ادوات دكاء اصطناعي يعني ما اقدرش ان انا استغناء عن شا جي بي تي يعني اللي كمان النسخة المدفوعة باستخدمه بشكل مستمر بالنسبة لجيبناي انا مكتفية بالنسخة المجانية ولكنه جيد وباستخدمه كتير جروك باستخدم فيه النسخة المدفوعة وجيد جدا بصراحة جروك جروك مميز على فكرة بشكل كبير جدا يعني قوته اعلى بكتير جدا من وجهة نظري من لما ولكن نقدر نقول ان لما فور او لما فور مفرق او لما فور سكوت عادي جدا شكرا لكم مش عايزة طول عليكم اكتر من كده ومستنية رأيكم في التعليقات شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تيك فريو زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ننسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكمنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته